أيام قليلة تفصل العراق على الانتخابات التشريعية المرتقبة في العاشر من الشهر الجاري فأين أصبحت الاستعدادات الأمنية واللوجستية كشف رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عبد الأمير الشمري عن نشر أكثر من 250 ألفا من القوات العسكرية والأمنية لتأمين الحماية لمراكز الاقتراع وستدخل صناديق الاقتراع للمراكز الانتخابية في الخامس من الشهر الجاري وضعت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات خطة لنقل الصناديق جوا إلى مخازن مؤمنة بالتزامن أعلنت قوات حفظ القانون في العراق البدء بالخطة الخاصة بحماية مراكز الاقتراع وعددها يتخطى ثمانية آلاف مركز موزعة في ثمان عشر محافظة وقررت سلطات العراقية إغلاق الحدود البرية والجوية والمطارات قبيل بدي عمليات التصويت لكن لن يتم فرض إجراءات حظر التجول يوم الاقتراع في هذه الأثناء وصل المراقبون الدوليون التابعون للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية إلى بغداد تمهيدا لمراقبة الانتخابات ويقدر عدد المراقبين الدوليين بثمانمائة شخص وتشمل مهمتهم في هذه الانتخابات أيضا تقديم مساعدة فنية ضخمة إضافة إلى بعض المساعدات الأمنية وفق المفوضية العليا للانتخابات في العراق يتنافس ثلاثة ألاف ومئتان وتسعة وأربعون مرشحا للفوز بثلاثمائة تسعة وعشرين مقعدا نيابيا ويمثل المرشحون واحدا وعشرين تحالفا تراهن حكومة بغداد على نجاح مهمتها في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وتراهن القوى الدولية على نتائج هذه الانتخابات لعادة تشكيل الخارطة السياسية في البلاد